كم سنة ممكن تقطع وانتي عم تتفرج على الدراما وما تشاركي بيزعج هيك شي؟ ولا لازم تكوني بكل موسم؟ يا عمري عم هلأ أول ما صارت هلأ هاي السنة بعد رمضان وحيات الله دعاية دعوة قلت يا رب يا رب لا تحيجني اشتغال مع ناس مو صح لأنه كل سنة عم نشتغل مع ناس مو صح بس هدا عم ينحط بالسي فيه تبعي وهدا الشي ممكن عم بيأثر علي إنه الكبار معد وبعتولي طب أنا شو ساوي أنا قاعدة بالبلاد وما في غير فلان وفلان عم يبعتلي أنا إذا ما اشتغلت معن أنا منين بأكل وبشرب رغم عدم قناعتك ورضاك عم عدم قناعتي معروفة إنه أنا ماني مقتنعة خاصة في مسلسلات شعمية أنا 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 قولا واحدا أنا ما يعني أول شي ما بحب الشامي كتير لأنه محدود نفس الحركات ونفس المدرشة ونفس الهايكي أنا بحب شي مركب شي صعب شي هيكي بقل لهم مش تعقلة مسلسلاتنا أي عم زمان يعني حتى لو كان دور هالقد أنت بدك تطلع اللي عندك كله لحتى تطلع إمكانياتك شو دور قصة ما عملتي يعني عملتي راقصة عملتي ممرضة عملتي أم عملتي حماية عملتي كنة عملتي فتاة جامعة شو ضل شو بها لك لسه هلأ استغلت من زمان مسلسل فيه هيكي شي نفسي وهيك بس لعم بحب شي نفسي يتمون فيه حضرتي قيد مجهول كان إلو على أب شي مش شوعي مش شوعي حلو عند المنعي من كان بيجنن كتير بس يعني بس مطلوبة هيك هلأ أعمال أكتر من الشامي برأيك؟ هلأ هلأ عم يتوجهوا للشباب لحتى يرغبوهم بهاي المسلسلات ولا هيك والشباب كله عم يتفرج على نتفليكس وعلى هيك ما عاد يعبي راسه وشعمي وتقبرني وتكفلني عرفت كيف؟ السنة كان في شي سبعة من أعمال ومطلوبين ما عناتها مطلوبين لأنه الشاشات العربية بيحبوا هاي اللي بيقى بس نيجي عم نحكي عن الشباب لحنا أنك ترغبهم بالتلفزيون ما عاد حدا تفرج منهم على التلفزيون إنتاجنا السوري محكوم بالشاشات وطلبة؟ طبعا شو بتطلب الشاشة اللي هي المنتجة أو الرابي أو بتاخد العمل نحن مضطرين نعمل هيك شي بغض النظر عن كواليتي الدراما السورية ما عليش عملته جزء سابع؟ طيب إذا المحطة طلبته ما صار تلتعش صار اتناعش مسلا عم نحكي عم بحكي مسلا ما حددت الرقم شا ما يتحدد العمال لو نحن نحكي لهم تفصيليا بعض الفنانات اعتزلوا بسبب الوسط الفني والعلاقات اللي فيه هي انديا عم تشوفي حالك على الشاشة تاخدي العقل البعض الفنانات اعتزلوا منهم رباب كنعان منهم اسماء تركوا الفن يمكن من ورا العلاقات والشلالية بتفكري تعتزلي لهذا السبب عازليني لحالهم لا لا اكيد ما افكر اعتزل بس تعرف مرة هي خطرتلي خاطرة انه انه بتمنى نام في عمري سبعين سنة واخد ادوار الله يطول بعمره منواصل يطول بعمره وتحياتنا الى الله يطول بعمره لانه هي مسألة الاعلى يعني هي وفي فاتن حمامه فاتن حمامه بالرقة وبالبساطة بالحضور بالهيكة وبالقوة حيرجعوا يطلبوكي على دور الام وتقليلوا ما بقى بدي دور ام لا عم بقلك انه اكبر صير مناسبة انا هلا عم بشتغل دور ام بس انا بعرف انه شكلي ما خرج ما عم يطلع صح انا عم بحاول بالاداء يوصل يعني انا من عشرين يعني من عشرين سنة انا كان كنت مناسبة حطولي جل على عيوني وحطولي مدرش وكل المسألولي ام بيني صغيرة بقللهم استنوا للاخر استنوا للاخر ادائي هو اللي اقنع هحكي عن هذا بس هلا بيجيبولي يعني شناتيروا انه انت امون طيب كلم ماشي بشتغل انا ما عندي مشكلة بدي اشتغل لانه مجبورة اشتغل بس في شي معنو مقنع لا تللي انا مو عمليات تجميل ولا قصص ولا هاي انا بعتني بحالي بعتني بجسمي ما بحب افليش ما بحب جعيد ما بحب هيك انا 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 كبني قدمي انا بحب هيك بعدين شخصية عامة ضرورية هده الرسول لا انا بحب هذا الحكي يعني شوف لبسي لبسي كأنه بنت عشرين انا هيك بستمتع هاولت والله جيب لبس للكبار بس ما طلعت مو صح بيلبق لك ما شاء الله كلمة كباري تحلي عصيرة الوسط وكننا عم نحكي عن عن علاقاته عطول نسمع قصص غريبة عجيبة يعني اخرة تصريحات الفناني تولين بكري اللي شكت عبر بوست لإلى من قلة أصل البعض بالوسط الفني والنكران والجحود للبعض هلقد الوسط في هيك شغلات؟ هو مخلوق من هيك لا يعني ليش السعب يتفاجقوا هو مخلوق هيك هذا هيك هيك تركيبته هيك بدك تفوت بدك بدك تكون مشاعرك الحقيقية زتة برة بدك بدك ما تكون لسانك قويل بدك مندرشي وبدك تمشي مع الماشي بدك تدهلس بدك هيك وفا من مين وفا؟ مين وفا؟ سلملي على وفا مين وفا؟ مصلحته معك بي 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 يحطك على رأسه تولين كشفت عن خيانة صديقتها المقربة اللي أخدت منا زوجة لهون توصل الأمور يعني رفيقتها بالفن بتأشطها زوجة لا الآن عادي 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 ما عندي رجال اللي ياخدوا لي عا بحكي حبيب ما قلت ايه تعرضت مرة كنت على علاقة بأحدهم يعني وصاروا يلفوا ويدوروا على يعني لحتى ياخدوا فنانة فنانات ايه هو كان بيحكم منتج يعني وهيك قديك انتو قدي بقيتو بالعلاقة شو يا 4 سنة واتاخد منك ايه طبعا هلأ وينو من أعز صديقة لأيلي كمان عنديك جراء تقولي اسمها لا قصة صار لأكتم 15 سنة بتحكو هلأ انتو هي يه طبعا حبيبة قلبي يا عمري انا يا عمري يا روحي انا لا هي القصة شلون صارت انو هنن ومع بعوض انا ما كنت عرفاني ولتقينا بالتصوير وهي تاري معه وكلشي وهيك وانا ماني عرفاني لساعة ما واصلني الخبر لانه هو برعت البلد ما واصلني وسلمت عليه حبيبتي وقلبي وهيك بعدين بقلولي انو هيك هيك ايه هو شو كان ردة فعليك لا ولا شيء لا لا بس بحكي يعني عرفت انك عرفتي ايه طبعا وعادي وعادي ولهالرفقات وكلشي طبيعي وهيك تحت الهوة الثليلة لا من موليد حمص درستي بكليد العذاب انا معني من حمص ليه مكتوب عنك انو من حمص ما هي ما بعرف ليش من اللاتية هو لانه في بيت ميخايل من الوعدي وهيك خلينا نصحح بعض المعلومات انا من لواء اسكندرون من لواء اسكندرون هاجروا على اللادية امي خلقت بالقام شلي بس اخواتها خلقوا بلوا اسكندرون لما هاجروا كماني راحوا على الارض الخيرات كان يعني بتعرف الهجرة على وقت العصمانيين وقت درستي مكتبات درست مكتبات شاركتي بالمسرح الجامعي بداياتي كانت مع فرقة اندلوسيات للفنون الشعبية اغلب الفنانات بدأوا حياتهم من فرق شعبية ودبكة ورأس وهيك قصص وبعدين بيكتشفوا الاستاذ دوريد لحم بيخجلوا من البدايات البعض بيخجل لا ليش بتقليك انو انا بلشت من فرقة انا كل شي كل شي معاملته بحياتي حتى لو كان سيء بالعكس انا بحكي فيه انا هذا بالنسبة للي هاي انا حبيبي ليش نكذب لك يعني ما بعرف انا هدول اللي بيكذبوا طب مو في جيران عنا مو في عائلة مو في قرائبين مو في رفقات كل واحد بيعرفك بيعرفك شو كنت بيعرفك كيف كنت عم تتصرف بيعرف شو كنت عامل شو الخبصة اللي مخبصة شو مكذب ليش لحتى كذب بكون عم كذب على حالي تكبر الخصي بيراسه بتقليك انو ما احضر بيعرف تكبر شو ما احد بيعرف لك بالعكس هيك فضيحة اكتر انت لما بتكون عم تتباها بالشي انت مانك موجود او بتحكي عن اصول او هاي يعني والخبر عم يعني بينتشار عرفت يعني دغري حدا من ابن الجيران يكون سرسري شوي وهاي بينشر لك الخبر هاي ايا ما كان نازلي مخطة ومدري شو عارفت شو عادي يعني انا ما بخجل ولا 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 ابدا ابدا مرأت بكتير قصص بحياتي وكان لازم ما ساوية وهي يمكن لو بيرجع فيه زمن يمكن ريت ساوية عرفت ما الظرف بيحتم عليك انك تقع بمشاكل وبمطبات بحياتك وعملت كوارس انا بحياتي وخبصت خبيصات كتير وفتت بجو مالي فيه بعدين طلعت عرفت يعني ميت قصة ما بخجل انتقلتي بعدها لفرقة الفنان دوريد الحام شاركتي بمسرحياته العصفورة السعيدة سعن على المطر قبل ما ترجعوا تلتقوا بأحلام ابو الهنة وعملت المسلسل لحنا وبالمسرحية هو اللي في مسلسله وهيك ابو الهنة وعود تغوار بعدها اشتركوا في القناة